كما أعلن الجيش الجابوني عن وضع رئيس البلاد رهن الإقامة الجبرية إضافة إلى قافي شخصيات أخرى بتهمة الفساد والإتجار بالمخدرات واتهمة أخرى يتعرف على إعادة إعادة المنزلية، وانتظارع محمولة وتعالى براية المنزلية يتعرف على إجراء المنزل والمصورة ومعاتهم يتعرفون إلى قوات تحقيقين المترجم للقناة وبعد إعلان الإنقلاب العسكري اكتضت شوارع الجابون باحتفالات ومظاهرات من قبل العسكريين نتابع توالت ردد الفعل حول الإنقلاب في الجابون وأعلنت أكثر من خارجية أوروبية مراقبتها للوضع عن كثب فيما وصف الاتحاد الأوروبي ما يجري بالمشكلة الكبيرة لأوروبا وطالبت روسيا والصين باستقرار الوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكاديمية وباحثة سياسية من الجابون مؤلفة كتاب الجابون لماذا أواجهه اتهاما أهلا بك معنا سيد لورانس سأبدأ معك حول رأيك إلى أين تتجه الأمور في الجابون إذن الوضع في جابون اليوم بمثابة تحرير الشعب في هذه البلاد إذن لا يخفى عليكم أن الدور القوات المسلحة وأن مسؤولية إنقاذ البلاد خلال التعددات فأن هذه الدولة اليوم تتعرض للإهانة والسارقة خلال فترة طويلة منذ تولي هذا الرئيس علي بونغ زمام السلطة فإنه قد وارث هذا الحكم من والده وهو أيضا كان رئيسا للبلاد فخلال أكثر من ستة عقود من الزمان هناك نفس العائلة التي تستحوذ على الدولة فإنهم يسيطرون أو حد يأخذون هذه الدولة في الرهائن فخلال الانتخابات الرئاسية السابقة فكان هناك المرة ثالثة حيث ترشح علي بونغ ففي 2009 و2016 هذا الانتصار لهذا المترشح كان مشكوكا فيه فهناك الكثير من الأدل على السارقة للانتخابات فهو يظهم أنه لا يمكن أن ينتصر ليس هناك سجل وأيضا الصحة لا تسمح بيتنفيذ الحملة الانتخابية فهو كان يستحوذ على هذه السلطة خلال خمس سنوات مع حكومته فهم قد نظموا انتخابات تحت أبواب مغلقة بين القوصين ليس هناك ممثلين من المجتمع الدولي وحتى الصحفيين الدوليين بغطت تغطية هذه الانتخابات فقبل هذه الانتخابات تم إغلاق الحدود فإنهم واضعوا البلاد تحت حضر التجول لدفت إلى قطع الانترنت فإن كل البلاد مغلقة بطريقة منظمة حيث الانتخابات تحت أبواب مغلقة وبتبيعة الحالة هذا يدول على وجود الفساد وسارقة الانتخابات فبما أنهم ينظمون الانتخابات يجب أن يعتمدوا على الشفافي يجب أن لا يخافوا من الصحفيين من المراقبين فإن إعلان نتائج لهذه الانتخابات في هذا السباح بتبيعة الحالة المعارضة تتشكك في نزاعة هذه النتائج بالدفت إلى السكان في البلاد خاصة وأن هذا الرئيس لم ينتصر في 2009 ولا ينتصر في 2016 إذن في هذا السياق السكان يشعرون بالإحباة في الصباح عندما تم إعلان هذه النتائج لكن تم تأخير إعلان النتائج بساعتين ولكن لم يتم فعل ذلك بسبب حضر التجول إذن الشعب الغابوني اليوم قد اعتبر أن القوات المسالحة يجب أن تتحمل المسؤولية عن حماية الوطن الوطن الذي على وشك الفوضى والحرب الأعلي هكذا الشعب يعتقد أن ما يحدث في هذا السباح هو أن الدباط الكبار قد تحمل مسؤولية حماية البلاد بسبب أن البلاد معتلة منذ 2016 نعم إذن أنت تبررين هذا العمل العسكري أو الاستلام من قبل الدباط على هذا الحكم في البلاد نتيجة وجود هذا الفساد الذي سيطرت عليه عائلة لمدة 56 عاما لكن أريد أن أبحث في الجانب الأوروبي الاتحاد الأوروبي هنا يبحث في اجتماعه اليوم لهذا الانقلاب في القابون كيف لأوروبا التعامل مع مسجدات الأوضاع في القابون وهناك أيضا كما ذكرت أن السلطات استعادت السيطرة على البلاد من أجل إنهاء الحكم الذي استمر 56 عاما لعائلة واحدة إذن يجب علينا أن نتوقف عن خطرصة ونفاق في هذه التصريحات فإن السياسة الحقيقية هي التي تعتمد على إرادة الشعب فإن واقع الشعب في القابون منذ حكم بونغو عائلة بونغو فإن هذا الواقع يتمثل في سارقة الأنوال والمورد التابعية وسارقة الانتخابات ليس هناك حرية التعبير في هذه البلاد ليس هناك حرية التنقل ليس هناك حرية المظاهرات السياسية فإن هذا الرئيس لم يتم انتخابه جميع المنظمات الدولية كانت تصرف النظر عن جميع هذه الجرائم والانتهاكات فبما أن هناك انقلاب بتبيعة الحال من الممكن إدانة كل انقلابات ضد المواسسات ولكن علي بونغو عندما طول زمام السلطة فإنه أيضا قد ننظم بمثابة انقلاب على الانتخابات فخلال 2016 هو قدم بعض توصيات لبعضة الاتحاد الأوروبي ولكن البعض الأوروبية قد اعترفت بوجود عديد من الانتهاكات خلال تلك الانتخابات فإن عملية الانتخابات مشكوك فيها فإن الجميع كانوا يصرفون النظر فبما أن الأوروبيين قد تبنوا مختلف القرارات وهم يطالبون بفرض العقوبات على عائلة أليب بونغونغ ولكن هذه القرارات لم يتم تنفيذها فاليوم هو يريد أن ينظم ثالث انقلاب ضد مصالح الشعب الغابوني الشعب الذي يتظهر حاليا في شوارع البلاد فأنا شاركت في ذلك في مراقبة الانتخابات من باريس أنا شخصيا ففي ثلاث محطات للتسويت في باريس نحن سجلنا عددا قليلا من الأصوات لصالح الرئيس بنغو لا يزيد عن واحد وستين صوتا ولكن في الغابون هو قد حصل على أغلبية ساحقة من الأصوات ففي مدينة مومبليا الفرنسية حيث هناك أيضا محطة للاقتراع فإن الأغلبية من المواطنين الغابونيين قد سوتوا ضد هذا المتراشح لكن نظرا للنتائج التي تم نشرها في هذا السباح يتبين أن هذا الرئيس هو الذي قد حصل على أغلبية من الأصوات وهو سوف ينظم كل تشكيلة الحكومة بالإدافة للوزراء بغة تغيير النتائج الشرعية فإنه لم ينتصر بهذه الانتخبات وهناك أدل فإن هذا ولكن في أي دولة أخرى قد يكون هناك شخصا وهو بصحة غير جيدة مثل ما هو الحال مع سيد بنغو فإن الجميع يعرفون أنه مريض بشكل خطير فالآن بما أنه سوف يتولى رئاسة الناء الثالثة كيف من أقول أن يحدث من باريس سيدة لورانسا أندونغ أكاديمية وباحثة سياسية من القابون مؤلفة كتاب القابون لماذا أواجه إتهاما شكرا جزيلا لك ليس لدينا كثير من الوقت نعتذر